فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال أحف الشوارب وأوف اللحة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين قال خالف المشركين نعم أحف الشوارب هذه قاعدة ثم ذكر جزئية من جزئيات هذه القاعدة فقال أحف الشوارب وأوف اللحة يعني يترك اللحة على ماهي عليه من غير تعرض لها بقص أو نتف أو حلق لا تغير اللحية عن وضعها لأن وضعها جميل والله خلقها معتدلة وموافقة للوجه مجملة للإنسان فليس فيها تشويه وليس فيها ما يشق على الإنسان أو أنها ثقيلة تحمل الإنسان وإنما هي وضع مناسب إلهي خلقه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا صنع الله الذي أتقن كل شيء فأنت ترى الوجه الملتحي أجمل من الوجه الحليق هذا الشيء في الطبيعة نعم حسن الله ليكم قال رحمه الله هذه الجملة الثانية قوله أحف الشوارب وأوف اللحة بدل من الأولى قوله خالف المشركين نعم البدل قد يكون بدل جمل خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحة هذا بدل فقوله أوف الشوارب وأوف اللحة هذا بدل من قوله خالف المشركين نعم قال فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات نعم كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب نعم هو هو فالبدل البدل هو المبدل الجملة هي الجملة لكن هذا والله أعلم من باب التأكيد نعم قال كذلك هنا هذا هو المخالفة المشركين المأمور بها هنا لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين ذليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقاعدة العامة وهي مخالفة المشركين على وجه العموم ثم ذكر نص على هذه الجزئية وهي إفاء اللحاء وجز الشوارب هذه جزئية من جزئيات المخالفة المطلوبة نعم قال فإن تقديم المخالفة علة لتقدم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه حادثه يعني أوفو اللحاء وأحفو الشوارب خالف المشركين فإعفاء اللحاء وإحفاء الشوارب علته مخالفة المشركين فعلته مذكورة من قبله مذكورة من قبله